لم تغب ثورة تشرين عن ميدان العراق حتى في أحلك الظروف لكن أسلوبها يتغير والعوامل المؤثرة فيها تتجدد فها هي التظاهرات تعود بزخم كبير لتشكل مصدر ضغط إضافي على حكومة الكاظم الغارقة في متاهة معقدة من الأزمات التي تحرص دوائر مقربة منها على التذكير بأنها موروثة عن حكومات سابقة الغاضب الشعبي هذه المرة متركز على تدهور أوضاع الكهرباء حيث أغلق المتظاهرون في محافظة كربلاء محطة للطاقة الكهربائية ومنعوا موظفيها من مزاولة أعمالهم بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي بينما اقتحم متظاهرون مبنى محافظة ذيقار بجنوب البلاد وطالب المحافظ بتقديم استقالته من منصبه التظاهرات الصاخبة تنذر بأيام قاسية ستمر على الحكومة الحالية فلا مجال للمراوغة هذه المرة وتضيع الوقت بيعود فارغة وأعمال استعراضية يقوم بها الكاظمي هذا ما أراد المتظاهرون إيصاله من خلال تجدد التظاهرات في عدد من المحافظات لا مهل جديد ولا تفاوض أو تخفيض سقف المطالب إذ أن قناعة المتظاهرين بعدم جدوى الإصلاح في ظل هذه العملية السياسية ازدادت بعد أن تشل الكاظمي في كل الاختبارات بدءا من عجزه أمام تغول الميليشيات وليس انتهاءا بالأزمة المالية المتصاعدة وبحسب المعطيات الحالية يرجح مراقبون أن مصير حكومة الكاظمي سيكون كمصير سابقاتها فلا هي قادرة على تحقيق الإصلاح المنشود ولا الشعب سيرضى بأي إصلاح ما لم يكن جدريا وشاملا